نظمت جمعية الدراسات الإنسانية بالتعاون مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج جلسة حوارية مساء أمس بقصر الثقافة بمدينة الشارقة وتناولت في موضوعها القراءة الإبداعية ومهاراتها واستراتيجيات تدريسها وتحدث في الجلسة الحوارية التي قدمتها شاعرة شيخ نمطيري الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج مؤلف كتاب القراءة الإبداعية مهاراتها واستراتيجية تدريسها حضر الجلسة سعدت الدكتور شاهين المازمي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف كبير من المعنيين بالشأن الثقافي في إمارة الشارقة وتحدث الدكتور عيسى الحمادي في عدد من الموضوعات ذات تفصلة بالقراءة الإبداعية من حيث مفهوم القراءة الإبداعية وأنواع القراءة وخطوات القراءة ومراحل القراءة الإبداعية وأهميتها وأهدافها ومهاراتها ويناقش اليوم القراءة الإبداعية وقراءة الإبداعية فن وأسلوب حياة وأسلوب متبع جميل جدا أن يمارسوها حتى أبنائنا الصغار حتى يتعودوا على أن يكون وقت منظم تفكير إبداعي وكلما كان الإبداع كان هناك مصاحبا له العمل المتميز الجيد وخاصة في القراءة التي نفتقدها اليوم في ظل هذه التغيرات التي حصلت في مجتمعاتنا العربية ابتعد فيها الأبناء عن القراءة ابتعد الجميع واتجهوا إلى أشياء أكثر حداثة اليوم ولكن مهما كان تبقى القراءة هي غذاء العقل وغذاء القلب وغذاء الروح وهي العطاء الجمالي الذي لن يتكرر وحروف لغتنا العربية وكلماتها هي ما يجعلنا فعلا نفعا بالحياة